السلام عليكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره ويفرحه سجد لله تعالى شاكرا سجود الشكر ولا يشترط في سجود الشكر أن يكون تجاه القبلة ولا يشترط أن يكون المرء على طهارة ولذلك يسن إذا جاءك أمر يسرك أو إن دفع عنك مصيبة كنت تخشاها أو نقمة فإنه يسن لك أن تسجد سجود الشكر